اشتركوا في القناة إلا أن النساء فيها قليل النساء في الجنة أعدادهن قليل عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء ولا عجب فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجد مريحة ضر التهديد هم يدخل الجنة رأيتم إلى الرائحة التي تشم من مسيرة خمسمائة عام حتى الرائحة ما يجدونها ولا يجد مريحة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا قلب بصرك في نساء اليوم نساء مخصرات سافرات إلا من رحم ربك كاسيات عاريات يقول كاسيات تلبس العباءة ولكن عباءة شبه عارية ليست عباءة كما قال أحدهم إن عباءة نساءنا اليوم تحتاج إلى عباءة الحجاب اليوم يحتاج إلى حجاب يقول أثت امرأة إلى محل وهو يبيع في محل تجاري ولما أرادت أن تدفع الحساب يقول والله الذي لا إله غيره كسفت عن عباءتها بقصد فتنة البائع فإذا والله هي عارية كما خلقها ألا ينطبق عليه هذا الحديث أقل ساكن الجنة النساء وحدث ولا حرج تذهب بأهلك أنت أيها الصالح المستقيم تبحث عن عباءة ساترة تغطي الرأس تدخل محل تقول فيها عباءة ساترة يقول أنت متخلفة ما عندنا يا أخي يبحث رح فصل ما عندنا هذه العباءة هذه عباءة ترى ماذا عباءة نساءنا اليوم عباءة عائشة وخديجة وفاطمة وعباءة زينب وأم سلمة أما هؤلاء هؤلاء فتيات القرن العشرين هذولي أفضل من أم سلمة هذولي ضامين الجنة لكن هذه عباءة عباءة تخلف هذه دعها لأمهات المؤمنين يا أيها الهاتف والتعبر نفس ما قدمت لغده واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء وفي رواية ابن عباس قال ورأيت النار فلم أر منبرا كاليوم قط ورأيت أكثر أهلها النساء أكثر أهل النار من النساء قالوا بما يا رسول الله ما ذنبهن قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله لا ما يكفرن مسلمات قال يكفرن العشيد ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كل ثم رأت منك ما تكره قالت ما رأيت منك خيرا قد مهما تستي إليه من إحسان في لحظة أخطأت يوم أو لم تعطيها شيء قالت أنت البخير وأنت فيك ما فيك تكفر تكفر العشير لزواج وتنكر الإحسان والفضل من الزوج وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن والسلم على أي شيء تلعن تلعن أبناها لعنات في اليوم الليلة وتسب تدعو عليهم دعاء لو استجيب لهلك عن بكرة بيه على أبنائها وذريتها يخطئ الصغير فخذ من الدعاوة قال صلى الله عليه وسلم هذا السبب قال يتق الله النساء أكثر أهل النار من النساء وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمة جوان الخير أعطاء متجدد وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر